بسم الله الرحمن الرحيم سين جمهور بشأن دعالي بسان مناسب فخامة الرئيس والسادة والسيدات الإعلاميين أحييكم بكل محبة واحترام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنني سعيد بأن أكون هنا في القاهرة مرة أخرى بعد فترة طويلة وهي 12 سنة وأنا أتقدم بجزيل الشكر إلى الرئيس السيسي وجميع الإخوة المصريين على حسن الاستضافة والحفاوة قبل الحديث عن حديث أيضا تفاصيل لقائنا هنا أود أن أعرب عن تمنياتي بالشفاء العاجل للذين أصيبوا في مدينة أرزنجان التركية وللأسف الشديد هناك وفيات تسعة من أيضا العمال في المنجم قد فقدوا أرواحهم وأعمال البحث مستمرة ووزير الطاقة ووزير الداخلية قد كلفا بأداء مهمة هناك متابعة الأعمال أيضا ونحن نتلقى معلومات وثلاثمائة تسعة وأربعين مختص إلى جانب ثمانيمية وستة وثمانين أيضا من فرق داعمة وأدوات مستعدة مثل أربعة وربعين مولد الطاقة وأكثر من ثلاثمائة أدوات وآلات للإنقاذ إلى جانب ستة طائرات مسيرة تعمل هناك ونحن سنعمل حتى نصل إلى هؤلاء المواطنين وأسأل الله أن يحمينا من جميع الآفات والبلاوي أيها الإخوة نحن في الواقع نتقاسم مع مصر تاريخا مشتركا يمتد لما يزيد عن ألف سنة ونحن نريد أن نرتقي بمستوى علاقاتنا إلى المسار اللائق ونجد بأن الإرادة نفسها موجودة لدى الجانب المصري وقد رفعنا مستوى تعاوننا إلى مستوى مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى وقد عربت بأنني أنتظر فخامة الرئيس في زيارته إلى أنقرة من أجل عقد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى وأعتقد أن هذا الاجتماع هو سيكون بمثابة مرحلة جديدة في علاقاتنا الثنائية واليوم في مشاوراتنا تحدثنا عن ووضعنا هدفا بأن نصل بحجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار في أقرب وقت كما أننا عزمون على زيادة حجم استثماراتنا التركية في مصر وهو بحدود ثلاثة مليارات دولار حاليا كما تبادلنا الآراء أيضا في إمكانية اتخاذ تدابير إضافية من أجل زيادة التعاون التجاري والاقتصادي ومجال الصناعات العسكرية والدفاعية يعتبر مجال تركيا قد أثبت قوته فيه ويمكن أن نطور علاقاتنا أيضا بناء على الطاقات الكامنة بين البلدين ويمكن أن نطور علاقاتنا وتعاوننا في مجال الأنجي ومجال الطاقة وإلى جانب أيضا يمكن أن نعزز روابطنا في المجالات السياحية والتعليمية والثقافية وسنبذر قصار جهدنا وكذلك إن معحد يونس أمرا في القاهرة يعتبر أكبر فرع لمعحد يونس أمرا في العالم من حيث الإقبال عليه لتعلم اللغة التركية وفي السنة الماضية فقط قد تم تسجيل 22 ألف طالب مصري في هذا المعحد من أجل تعلم اللغة التركية وهذا يبعث على السرور والسعادة أيها الإعلاميون إن ما يحدث في غزة من مأساة إنسانية كان قد تصدر جدوى لأعمالنا اليوم ومن خلال الهجمات الإسرائيلية إلى حد الآن قد استشهد أكثر من 28 ألف فلسطيني كما أنه أصيب ما يقارب 70 ألف فلسطيني بريء وقد تم استهداف المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات ومباني تابعة للأمم المتحدة وإن إدارة نتانيوه فقط استمرت بسياسة الاحتلال والقتل والمجازر أيضا رغم ردود الفعل العالمية أيضا ومن أجل إيصال المساعدات إلى غزة يعتبر من أولويتنا أيضا ومن إلى حد الآن من بلدنا قد أرسلنا ما يزيد عن 31 ألف من مساعدات إنسانية أيضا ولا شك نحن نقدر هنا دعم جهات مصرية أيضا وأشكر كذلك الهلال الأحمر المصري وكذلك وزارة الصحة المصرية وجميع الجهات المصرية في هذا الأمر وإلى جانب مساعداتنا الإنسانية أيضا وقد استطعنا أن ننقل أكثر من 700 مصاب فلسطيني مع المرافقين إلى تركيا وكذلك الخبراء يتباحثون فيما بينهم من أجل بناء مستشفى ميداني في غزة ونحن نتطلع إلى دعم إخوتنا المصريين لبناء هذا المستشفى الميداني قريبا وإن المبادرات لتهجير سكان غزة بحكم العدم بالنسبة إلينا ولا يمكن أن نقبل بتطهير غزة من السكان كليا ونحن نقدر موقف مصر في هذا الأمر أيضا وإن إدارة نتانياه فيستمر في مجازره وهو عليه أن يكف عن أن ينقل مجازره إلى رفح أيضا وكذلك إن المجتمع الدولي أيضا يجب أن لا يسمح بهذا التصرف الجنوني ومن أجل إيقاف إراقة الدماء في غزة سنظل على تعاون مع مصر أيضا وعلى مدى متوسط فإن إعادة إعمار غزة وتضميد الجروح يتطلب مننا العمل المشترك ونحن جاهزون للعمل مع مصر في هذا الشأن أيضا السادة والإعلاميون وفي لقائنا مع الرئيس مع فخمة الرئيس تترقنا إلى مواضيع ليبيا والصومال والسودان ونحن أكدنا حرصنا على الوحدة الأراضية لهذه الدول الثلاثة وأمنها واستقرارها ونحن في أفريقيا أو في الشرق الأوسط أو في أي مناطق التي تربطنا بها علاقات تاريخية وتعلق قلبي بها بأن تحدث أي حرب أو حالة عدم استقرار ونحن عازمون على أن نستمر في التنسيق والتعاون مع مصر في تناول وتباحث كل هذه المسايا والقضايا العالمية أيضا وأنا بهذه الكلمات أجدد شكر الخالص لفخامة الرئيس وأتمنى أن تكون هذه الزيارة وسيلة خير لبلدين ولمنطقتنا وللعالم برمته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر